استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأبنبي الحداد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلى فضائية نورسات دولة الأستاذ عبد الرؤوف الروابدي رئيس الوزراء الأسبق حيث دار الحوار حول العلاقة بين أبناء الوطني الواحد مسلمين ومسيحيين وحالة الوئام والتسامح والعيش المشترك بينهم المزيد في هذا الحوار أن هذا البلد أرفض فيه كلمة التعيش التعيش فيها انفعالية أحد يحركها أنا بقول العيش العيش الواحد ما أحسست بطيلة شبابي أن هناك اختلاف بين مسلمين ومسيحي إلا في أدائه لواجباته الدينية ولذلك اعتقادي وقناعتي المطلقة أن المسيحي في الأردن حضاريا إسلامي عقديا مسيحي لكنه حضاريا إسلامي الحضار جزء منها جزء منها جزء منها وفاعل ومساعد فاعل ومؤثر ومساعد وليس جانبيا فيها يعني دور ولذلك أحيانا لا نسميها أقلية يعني أنا ما أحبش هذه التسمية لكن مضطر لما بتحكي على أعداد والأرقام في العدد أه أن تقول أقليات لكن في الأصالة الكل واحد من منشأ واحد من أصل واحد عروبيين يعيشون في هذا البلد ويصنعونه على عينهم جرسوا الكنيسة كأذان المسجد دعوة إلى الإيمان